هل حضرتك مع أنه يلعب نفس التشكيل اللي دايماً بيلعب بيه أو بيلعب بيه في المباريات الأخيرة ولا يغير في التشكيل يعني مثلاً إحنا عارفين أنه هو بيحب يلعب بأيمن أشرف ناحية الشمال بدل ياسر إبراهيم لكن ياسر الحقيقة قده مباراة جمدة جداً محمد عبد المنعم قده مباراة جمدة جداً محمد هاني قده مباراة جمدة جداً يعني لابو كل ما حكلمك عن واحدة ومباراة جمدة صحيح 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 يلعب بشمال وناحية الشمال مظبوط هو بيميل فعلاً اللي بيلعب بشمال وناحية الشمال وخاصة أنه بيروح يقفل على الجنب اللي فيه معلول بالذبط لما معلول بيهاجم وخاصة حمدناها بتلقية أربعة ثلاثة مظبوط فده طبيعي عارف أنت لو كنا مثلاً ياسر قده مباراة سيئة في مطش الهلال السعودي أو لقدر الله خسرنا كان ممكن التفكير ده عنده أعتقد أنه هيلعب بنفس الشكل بالذبط أعتقد طب ليلا كابتن ما أخبرنا نتكلم في كذا السيناريو أنه ممكن يلعب مثلاً ياسر إبراهيم على محمد أب مانيا مؤمن أشهر ويقعد حد من الثلاثة وسط الملع بس هو بيميل أن حمد فتحي هو اللي يلعب المنطقة دي وينزل كبينس القلبي الدفاع وبعدين يطلع يكمل عشان يدي كمان حرية يزوء ديانجو والثلاثة الأمام أنه يساعده الثلاثة الأمام فأنا أتصور أنه شيغاية أتصور لكن هي برضو جايز أه جايز أه جايز أنا ما أشهدر خوش أنت ترجع لك مثلاً مجدئبش لا ممكن يخليك أشوب تاني أنا بتكلم بوسوا إسلام أصلاك أنت لما بتلعب مطش بالشكل ده وتكسبه بالذكور ده بالذكور ده صعب تفكر في التغيير ممكن يحصل بقى حسب ما هو هيحس هل الناس حد مرهق حد تعبان دي هو بيحساك لا أنا أقصد نصر المسلماني أنت جيت بطيارة خاصة وأنت جاي من الإمارات مش جاي من بلد مثلاً تجاي من الإمارات وفي نفس الوقت أنت رايح بطيارة خاصة ورايح قبل المباراة بتلات أيام من يوم الثلاثة الصفة لا أنا مظبوط فمعندكش حاجة تخليك مرهق تعبان طبعاً الفكر بالعكس أنا ممكن أقولك مثلاً مرهق وتعبان ده الفترة اللي جاي لأن أنت كل ثلاثة يام مباراة استثناء من 18 هتلعب 22 من يوم 22 هتلعب تبتلي تلعب كل ثلاثة يام في معادة المباراة الخارجية اللي هتسفر مظبوط لا زي ما قلت لك أنا متصور أنه هلعب بنفس التشكيل لأنك أنت لما بتعمل مباراة حلوة زي دي ما بتحبش تلعب في الأفراد ما بتحبش تلعب في الأفراد إلا غير بقى حاجة خارج إرادتك واحد مثلاً مطرود، إنذارين، إصابة أنت حاسس بواحد تعبان قوي لكن ده ما حصلش فأنا أتصور أنه ممكن يخليها أفشى وأيمن وكده على دكة البدلاء على أساس الممكن يستعين بيوم بعد كده وهو مطلوب لأنه أنت محتاج أن يبقى عندك دكة تقدر تستعملها ما يبقى معي أقصى معرابي وإسلام ومحمد وعلي وحسين أسماء كبيرة مظبوط خلي بالك دكة البدلاء ما تقلش أهمية عن الناس اللي بتبتدي المباريات ولو ما عندكش دكة قوية لأنت هتبقى فريق قوي ما تقدرش تستمر في بطولات ودي ميزة النادي الأهلي والفرق الكبيرة في العالم عمد يعني هو في فريق يبقى نقص 14 لعب ويكسب ومنتين ريمش بتكسب مثلاً لو أنت عندك لعيبة قليلة ما كنتش تعرف تحط نفسك في الوضع ده بيحصل أنه في لحظة يعني ربنا يحفظهم كلهم في لحظة في الإحماء مش عمر السلية في الإحماء في مباراة سمدة اتصاب ونزق يعني وارد أكرم توفيق في الأمم الإفريقية يقدروا وكرونا وقفيد عنهم يعني جميعاً أكرم توفيق في الأمم الإفريقية كنا كلنا متخيلين يعني بطولة بالنسبال وعاكيب أول خمس ده ما تكمل في البدول فلازم يكون عندك بودلاء جيدين لأنك صحيح أنت بتعول فيه أساسيين ده طبيعي في أي فرق فيه أساسيين وفيه فروق وفيه كل حاجة ولكن أنت عايز تستمر في المباراة بنفس القوة وبنفس الحالة في المباراة ده في البطولة بقى بشكل عام في البطولة طبعا بشكل عام وأسود كمان في المباراة في المباراة كمان ساعات ده ساعات فيه مديرين فنيين ممكن يحط حد أفضل على دكة البودلاء عشان يستعملوا وبعد كده الشرط التاني أو أحيانا أحيانا مش فأقول في الحداشر مش فأقول في الحداشر ممكن واحد يفكر في أوقات أنه أبدأ بفلان لأنه مش هيضيف لي كتير لو نزل لكن ممكن لو نزل فلعب واشوفه في الأول أيوة على أساس أنه لو ما قداش قوي أعرف أن في بديل هينزل أنا بقولك طبعا من وجهة نظر الأساس طبعا أنك بتلعب أفضل نسب في الفترة دي من وجهة نظر لهم الحلل أحسن حالة ليهم ده طبيعي وبالذات مع الفرق القوي اللي هي هتبقى في مستوىك زي الهلال الهلال زي بلميرا زي لو كنت لعبت تشيلسي تقدرش تتعبت بقت لكن أحيانا في المباراة ممكن تبقى أقل ممكن حتى في المباراة الكبيرة دي ممكن تريح واحد أو اثنين على أساس أنك تدفع يعملو لك دفعة تانية موجة تانية لما تكون أنت يعني محتاجهم فالبودلاء مهمين جدا 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 سواء في أثناء اللقاء نفسه أثناء البطولة نفسها وده طبيعي لو ما عندكش بودلاء جيدين ما تقدرش تكسب بطولات ما تقدرش تكسب بطولات طيب